أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح اليمينة الدستورية مام أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح ووجه أمير الكويت الحكومة الجديدة بضرورة تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل وجدول زمني محددين والإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية موية طويلة الأمد وأشدد أمير الكويت على أنه سيتابع أداء الحكومة في تنفيذ أعمالها مع إرساء محاسبة من يقصر في أداء عمله وأضف الأمير بأن على الحكومة البدء في تطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة للمزيد ينضم لنا الآن من الكويت مرسلنا سعد العنيزي سعد أهلا بك معنا نتابع معك المزيد حول هذه الحكومة وتشكيلة هذه الحكومة والمهام الموضوعة أمامها أيضا نعم من الواضح أن أمير الكويت وجه الحكومة بشكل واضح وصريح لا لبس فيه أولا يجب أن تقوم بإنجازات فعلية على أرض الواقع هدف هذه الإنجازات هو إحداث نهضة شاملة للكويت الآن وكويت المستقبل أيضا حدد هناك عدة فئات من القضايا أو القطاعات التي يجب أن تعمل من خلالها الحكومة أولا تحديد الأولويات ووضع جدول زمني لتنفيذ هذه الأولويات يعني أن هناك طبعا تنفيذ مشاريع استراتيجية وتطوير والحل قضايا رئيسية منها البنية التحتية والتعليم وغيرها والإسكان حل مشاكل الإسكان وغيرها أيضا تطويق قطاعات اقتصادية واستثمارية والعمل على تعزيز علاقات الكويت مع الدول الصديقة والشقيقة وأيضا تفعيل دور الإعلام وبعد هذا طبعا أكد على أن يجب تنفيذ هذه الأمور لحداث نهضة شاملة للكويت وأيضا أكد على أن هذه الحكومة سوف تكون تحت المجهر سوف تكون تحت متابعته وأن من يقصر سوف يحاسب فالموضوع واضح جدا والآن الحكومة التي تعمل الآن وهي الحكومة الأولى منذ 32 عام التي تعمل دون رقابة ومحاسبة برلمانية ولكن هناك رقابة ومحاسبة من قبل رأس السلطة في الكويت أمير الكويت رئيس وزراء قال أن وزارته وأن حكومته مستعدة لتنفيذ هذه الأهداف كما وضحها أمير الكويت فالكل الآن ينتظر أداء هذه الحكومة ينتظر إنجازات هذه الحكومة كما أسلت فإن هذه الحكومة هي الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود تعمل دون رقابة ومحاسبة برلمانية تملك الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وتملك أيضا دعم كامل من القيادة السياسية إذن في الكل ينتظر وينتظر ماذا استفعلوا هذه الحكومة في إيجاد إنجازات حقيقية وإنجاز وتحقيق تنمية شاملة لكويت الحاضر والمستقبل شكرا لك مرسلنا سعد العنيزي كنت معنا من الكويت